أما المجموعة الثانية من الفيتامينات فهي الفيتامينات القابلة للذوبان في الماء أهمها إيه بقى؟ أهمها مجموعة فيتامينات به فاكرين لما تكلمنا عن فيتامين بيه قلنا فيتامين بيه المركب هناخد بقى فيتامين بيه واحد وبه اتنين وبه تلاتة وبه خمسة وبه ستة وبه اتناشر وحمض الفوليك دي أول مجموعة تاني فيتامين مهم في الفيتامينات القابلة للذوبان في الماء هو فيتامين سي ودول اللي احنا بنقول عليهم ليوم اهمية كبيرة قوي خلال الحمل هنبدأ بمجموعة فيتامين بيه وبالتحديد بي وان اللي اسمه الثايمين الاحتياج اليومي له خلال الحمل بيكون 9 من 10 ميلي جرام في اليوم بس وهو هم جدا للخصوبة وتحويل الطعام الى طاقة ومهم برضو جدا لصحة القلب والجهاز العصبي موجود فين بيه واحد ده موجود في الخميرة في اللحمة الحمرة في الكبدة في الكلاوي في الرز الاصمر الرز اللي هو البني مش الابيض يعني وموجود كمان في البقول والمكسرات فيتامين بيه اتنين اللي اسمه رايبوفلافين الاحتياج اليومي له خلال الحمل بيكون 1.4 من 10 ميلي جرام وهو برضو مهم جدا لاستخراج الطاقة من الطعام مهم جدا لصحة العنين والشعر والبشرة والأظافر وهو موجود في الخميرة وفي الحليب وفي الجبنة والزبادي واللحوم الحمرة والخضروات الخضرة فيتامين بيه 3 اللي هو نايسين اسمه نايسين الاحتياج اليومي منه خلال الحمل بيكون 12 ميلي جرام ومهمته استخراج الطاقة من الطعام وهو مهم برضو زي اللي قبله في صحة البشرة وسلامة الجهاز العصبي والهضمي لكن له وظيفة إضافية وهي الحفاظ على مستوى السكر في الدم دي وظيفة مهمة جدا أهم مصادره الخميرة واللحوم الحمرة الفراخ السمك المكسرات بأنواعها يدخل فيها الفول السوداني بالمناسبة الحليب الجبنة البيض البطاطا الخبز الأصمر والمكارونة بأنواعها المختلفة ده به 3 أما به 5 فالاحتياج اليومي منه في الحمل بيكون من 3 إلى 7 ميلي جرام وأهميته بخلاف استخراج الطاقة من الطعام وصحة البشرة والجهاز العصبي أنه بيساعد في تكوين الأجسام المضادة أهم مصادره الخميرة والكبدة والكلاوي والمكسرات والرز الأصمر والعيش الأصمر والبيض والبقول خدتوا بالكو أنا نبهت في أول الحلقة وفي أول كلامي أن الكبدة مهمة جدا لكن لا يجب أن نكثر منها خلال الحمل يعني تتاكل بحد أقصى مرة واحدة فقط في الأسبوع وتتاكل مطهية طهية جيد لابد من طهية طهية جيد واللحوم تبقى مطهية طهية جيد والأسماك والفراخ كل حاجة خلال الحمل وبرضه غير الحمل يعني للناس العادية بس إحنا بنتكلم دلوقتي تخصيصا للحوامل لازم تاكلوا الأكل مطهية طهية جيد